نعم بالتأكيد التطبيع أنا مرة قلت أن بعض الدول ذاهبة إلى التطبيع لكن مع الأسف بعض الدول التي لم تذهب إلى التطبيع هي واقعة أيضا تحت سيطرة أو تحت حكم ولاية الفقه يعني سوريا العراق الآن دائما ما نتكلم عن السيادة في العراق السيادة في العراق الآن واقعة تحت سيطرة حكم ولاية الفقه في إيران واقعة تحت سيطرة الحارس الثوري وسيطرت رجالات إيران في العراق هذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها لذلك نجد أن العالم العربي انشق إلى محورين محور ذهب للتطبيع وهذا التطبيع هو تطبيع حكومي وليس شعبي يا أستاذ أحمد لحد الآن نشاهد أن إسرائيل لم تستطع مثلا أن تخترق المجتمع المصري أن تقيم علاقات اقتصادية أو ثقافية أو بينية مع المجتمع المصري مع النقابات مع الفنانين كل هذا لا تستطيع اقتراقه فبقي التطبيع يأخذ شكل حكومي أو طابع بروتوكولي ليس أكثر نفس الشيء مع الإمارات العربية المتحدة أو حتى مع البحرين لذلك أن السيادة في بقية الدول نأتي على بقية الدول التي ترفض التطبيع والتي واقعها هي تحت حكم وتحت سيادة أو تحت سلطة الميليشيات التابعة لإيران أو تحت الحوثي في اليمن الفصائل المسلحة في العراق فصائل المسلحة في سوريا ونظام بشار الأسد الذي يعيد انتخابه على فكرة وأيضا في لبنان نشاهد أن لحد الآن في لبنان لم يتم تشكيل حكومة بسبب عجز الدولة أن تمضي إلى الأمام في تشكيل حكومة بسبب الخلافات الداخلية التي يشكل حزب الله محور رئيسي فيها هذه الدول أصبحت معطلة بكامل بالكامل أصبحت معطلة وأصبحت سوق خلفية للبضائع الإيرانية ومنها السلاح ترجمة نانسي قنقر